طيب أبو ريان كيف ممكن تتكلم عن ياسر قحطاني أنت شايف اليوم في تفاعل بالرغم أنه هي في المباراة لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للهلال وأمام فريق مثل هجر مع احترامنا الكامل فريق متواضع هذا الموسم الناس مبسوطة بعودة ياسر والله يشوف في عودة جميلة وياسر اسم كبير مثل ما تفضلت الدوري في ختامه وفريق الهجر فريق هابط ولكن الجمال في عودة ياسر أنه الهداف الرائعة الفنية التي سجل فيها هدافه في المباراة يعني ليست أهداف بطريقة عادية تفنن ياسر في إظهار جماليات الهداف وإظهار إمكانيات عالية في تسجيل ولكن أنا أقول أنه وأثبت ياسر أنه ما زال قادر على العطاء برغم أنه الآن يعني يزحف نحو سنوات الأخيرة في حياة الكروية ولكن ما زال عنده قدرة على العطاء عنده قدرة على الإبداع فريق الهلال أنا أقول أنه اللي عانى تهديفياً السنة هذه بعد موقف المدرب ناصر الشمراني كان يفترض أن ياسر يكون هو المهاجم الأول بعد ناصر في الفريق ولكن للأسف وجدنا أن المدرب لا يستعين في ياسر ويتركه في بقاعد الاحتياط حتى جاءت مباراة هجر أنا أقول برغم أنها مهي بمقياس لإمكانية ياسر إمكانية ياسر تظهر على مستوى آسيا وليس على مستوى هجر وفريق هابط ولكن يعني أسعدت الجماهير هذه العودة وأكدت خطأ الحسابات الخاطئة المدرب الفريق بإبعاده لياسر وإبعاده لناصر وأنه هناك أشياء كثيرة يجب على إدارة نادر الآن وهي تحمل ملفات ضخمة لإجتماع الشرفي قادم أن يكون ملف المدرب واحد من هذه الملفات أنه يجب على إدارة نادر إذا كانت إدارة تطمح في أنه تمضي قدما وأبعد مدى في بطولة آسيا التي تأهل الآن للدور 16 وإلى موسم قادم يكون موسم أكثر نجاحا من هذا الموسم أن المدرب لابد أنه يعني يفتح ملفه ويغلق بمغادرة دونس دونس ليس هو المدرب الذي يتوافق مع طموحات وأمال جمهور الهلال ولا مع طموحات الإدارة إذا كانت الإدارة لديها طموحات في بطولة آسيا ليس هذا هو المدرب الذي سيقودهم لهذا نحن نرجع ونتكلم بأنه اليوم نحن كلامنا عن دونس ليس ردة فعل نحن كلام هذا قلناه لما دونس حقق كأس الملك وحقق كأس السوبر كنا نقول مو هذا مدرب الهلال وفي بداية الدوري نعم من بداية الدوري نحن نقول هذا المدرب ومش مدرب الهلال يعني العوامل كثيرة نحن ذكرناها في الحلقات الماضية طيب وبعبد الله أنت تعتقد أنه ياسر اليوم بهذا المستوى بهذه الإمكانيات بعمر ياسر قحطاني قادر أنه الهلال أو أنه الهلال ممكن يعتمد على ياسر كمهاجم في الموسم الجاي أم لا صعبة بس عطني بعد فرصة أتكلم عن دونس أنا بختلف معكم أيوه قبل أن أجاوب على ياسر من آخر بطولة حققها الهلال مر على الهلال من تومس دول وكمباري ومدربين كل المدربين التسعة أعتقد أفضلهم في تاريخ الهلال هو دونس لأنه الوحيد اللي حقق لهم ثلاث بطولات لو فكرنا بعمق يعني إذا لك لا نظلم الرجل من بعد البطولة اللي حقق الهلال لهلال 2010 أعتقد 2011 كل المدربين لو عديتهم من حوالي تسعة مدربين وعشرة مدربين ما حققوا للهلال مثل الفترة اللي قاعد فيها سنة وشهرين دونس حقق فيها ثلاث بطولات إذا منقيس في البطولات أما تقيس في المستويات فهناك ألف علامة استفهام على بعض اللاعبين في الهلال ما ساعدوا فريقهم لأن دونس جزء من منظومة عمل مش هو كل العمل فكل اللي قابله مدربين في أوروبا من أوروبا أو غير أوروبا ما نجحوا ما حققوا مثل ما حققه مسألة بقاء أو عدم بقاء كذا كان فيه هناك أفضل هذا مسألة ثانية بس أنا كلمت في لغة أرقام هو ممكن يقول لك أنه حتى الأرقام اللي حققها دونس كانت في يعني ظروف ساعدة دونس يعني في كاس الملك أنا ما أعتقد أنه دونس ساهم ذيك المساهمة الكبيرة باعتباره أنه استرم الفريق وفريق كان يعني معد مسبقا وفريق كان جاهز هو وضع لمساته أخيرة لو الفريق وكان وكان الهلال سيء جدا في ذيك المباراة هذا 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 مش تحليل منطقي عطني أنا عطيتك المدربين اللي مروا مسكوا اللي مسك 18 مباراة 9 مباراة تكمل في موسم ما حقق واللي مسك 26 مباراة ما حقق الرجل مسك الفريق من جاء سنة ونص أقل من سنة ونص حقق ثلاث بطوط إذا جمس على الطاولة أنت لما تتحدث أنه أفضلهم أنت لما تتحدث عن نادي مثل الهلال يعني أي مدرب ممكن يجيب معاه بطولة يعني لا موضوع الصعب يعني لا لا مو بصحيح في مواسم خرج خالي الوفاق ما حقق معه هو موسم سامي الجابر بس بس حتى في غير سامي وما لاحق غصم بطولة كأس ولي العهد في السنوات الماضية أيضا تعتبر مش حجم الهلال خلنا نكون واقعيين لكن أنا كلمك إذا قررنا بالمدربين اللي مروا على الهلال لما تتكلم عن الظروف بالعكس الظروف اللي عاشه مع الفريق السلم هذه ما عاشه وهو قاعد في المركز الثاني حقق فخلينا هذا موضوع دونس لو بنت ناقشة بلوقت أرقام أنا بأجيب لك الأرقام والمدربين يمروا أنا قلت لك يا أبو عبد الله لما نتكلم عن كأس الملك الفريق كان جاهز في كأس الملك قبل دونس في مباراة السوبر إعداد النصر كان ضعيف جدا في ذيك المباراة اللي تحسب لدونس كأس الملك ما كان جاهز ما كان أقاله ريجي أقاله ريجي نكاب وجابوا لأنه مو محرف وأنه لازم في مرحلة تطيير ريجي ما كان هو المدرب المناسب ولا كان خلوه يكمل التسع مباراة طيب ما هي نهاية موسم أنا ما كلمك عن الله أنا كلمك عن النقلة النوعية حتى على فكرة حتى لما حقق كأس الملك وجاءني حقق كأس السوبر كان هناك ارجع لكل الصحف والكتاب الهلائيين ماذا كتبوا عندونس الآن اختلف الوضع لأنه اختلف الظروف وكان فيه عليه بقور أو عدم رقبة أنا أقول لك فيه لاعبيه ما ساعده إذا تبي بالمنطف يعني اليوم لما تتكلم عن ياسر أنا أشوف أن ياسر لاعب متزن إخلاقيا يقول لك متى ما لعبني المدرب أنا جاهز متى ما شاف المدرب فنيا أن أنا لا أصلح أنا برح فلو اللاعبين نفس هذا الفكر أنا أعتقد في حصرة نقلة نوعية بالنسبة للهلال والسنة هذه يا أخي هو الوصيف إذا اتفقنا على الأفضل على مستوى اللاعبين فهم الأهلي يعني عنده بدال اللاعب لعبين في كذا مركد لكن الهلال بعض اللاعبين خذلوا يلعبون أساسيين وهذا كله متفق عليه من ناحية الفنية وحتى ناحية سلوكة تكلمك عن يعني تكلمني مثلا لما يقب بصاص يجي إسلام هل في تأثير لما يقب ابن الشافي ويجي منصور هل في تأثير لكن عطني مثلا سالم اليوم إيش أقدم للهلال وهو لعب أساسي ففي أمور أنا ما أريد أن أخيض فيها لأن اليوم الحلقة مش فنية نعم لكن أنا أكلمك بالأرغام اللي أنت دائما أنت تقولوه أنه ما تكتب فأجبت لك المدرب من بعد البطولة الأخيرة حقالي كم مدرب وكلمتك برضو عن ياسر وعودت ياسر نعم أبو ريان عنده تعليق على هذا الموضوع تفضل أبو ريان أدفق مع أبو عبد الله أنه دونس أفضل السيئين إذا كنت ذلك مش أفضل من سامي أنت ما ذكرت سامي لا ما أفضل من سامي ولا في مقارنة مع سامي سامي أنهى الدوري ب63 نقطة أبو عبد الله يقول بالأرقام الآن الهلال اليوم 54 نقطة سامي أنهى الدور ب63 نقطة ما نحن في مقارنة مع سامي لكن أنا أقول لك مع دول وكومباري وريجي دونس نكون أفضلهم لأنه أفضل السيئين إذن كانوا سيئين وهذا أفضل السيئين ولكن ومع ذلك هو دون طموحات الهلاليين وضرب مثلا أبو عبد الله مثلا بإسلام سراج وبصاص أنه هذا يروح وهذا يجي وكيف سالم ما يأدي وكيف مثلا اللاعبين خذوا له في الهلال هذا دور المدرب المدرب اللاعب اللي عندك ما يأدي أخرجه بخارج الملعب وجيب لعب يأدي لكن اللاعب اللي ما يأدي يطوله ومستمر ويلعب ومستمر ويلعب المدرب هو المسؤول ما هو اللاعب عندما سالم دوسري مثلا مباراة وراء مباراة في منتهى السوء ولا يقدم ما ألومه ألومه المدرب اللي يزجبه في هذه المباريات هل ما عنده بديل هل هو عليه ضغوط في تدخلات يعني فيه أشياء كثيرة المدرب هو المسؤول عنها المسؤول المدرب عندما لا يؤدي اللاعب داخل الملعب المدرب هو المسؤول عن استمراره وبقاءه فلماذا مدرب الهلال ما عنده التدوير اللي عنده مدرب الأهلي إذا اللاعب هذا ما أعطى أبعده عن التشكيلة وجب لاعب يعطيه هل يعني دكة الهلال ضعيفة بهذا الدرجة أيضا اللاعبين الأجانب كثيرين قالوا أنه في لعب بين الهلال فيه سوء سوء اختيار وسوء توزيع داخل الخريطة الفريق في اللاعبين الأجانب حرام فريق زي الهلال عنده قلبي دفاع أجانب وعنده معانات أمامية في التهديف في الوسط الملعب في مركز المحور كان أمام دونيس العام الماضي لما ندرب الهلال يعرف كمدرب بغض المؤمن ليس ناقد ولا مشجع هو كمدرب يعرف مكامن الخلل في الفريق واحتياجه للموسم القادم شفناه الموسم هذا تورط المدرب تورط كثير في مركز المحور ما عنده أحد عندما مثلا يصاب سعود كريري اضطر أنه يلعب بسلمان الفرج غصب عليه بالرغب أنه سلمان الفرج عليه ضغوطات مجتبعية وله مركز المحور وأثر على مسيرة سلمان خلال الموسم هذا وغضب عليه الجمهور لأنه يلعب فيما غير مركزه أفقد سلمان حضوره وقدرته على الإبداع في الأمام وخلف المهاجمين وفي الناحية اللي يصرع بالإضافة لأنه شخصية الهلال لم يكنت واضحة في هذا الموسم للأسف أنا صراحة إلى اليوم لا أعرف ما أعرف لعب الهلال في هذا الموسم ما الطريقة يلعب في الهلال أنا لا أعرفها حتى المدرب كان من مباراة إلى مباراة يغير كأنه يتلمص طريق النجاح وين يغير ويبدل ويلعب بثلاثة خمسة ويلعب بخمسة ثلاثة ويلعب بخمسة واحد المدرب كأنه قاعد يجرب طرق عدة وين طريق النجاح مهو قادر كأنه يلعب مباراة وديه إعداد للموسم جديد هو يحاول يمسك طريق النجاح وملاقيه ملاقيه فأنا أقول يعني أنه للأسف المدرب هذا مثل ما تفضل حمد أنه أفضل من كون باري وتوماس دون وريجي صحيح ولكن يبقى في مستوى أقل حتى وإن كان بلغة الأرقام هو أفضل من سامي الجابر لماذا تترى بأنه سامي أفضل من هذا المدرب أنا أقول لك طبعا نشوف هو جاب ثلاث بطولات ما ننكرها وأنه بطولة كاس الملك العام الماضي وكاس السوبر وكاس وعلي العادة هذه السنة ولكن أنا أقول لك في لغة الأرقام في الدوري جمع نقاط أكثر مما جمعه دونس جمع 63 نقطة 63 هو بطل الدوري السنة هذه ومكلاه لي مع آخر الجولة نعم وخر 63 نقطة طيح خلينا نقفر هذا الموضوع أبو عبد الله أسمات عليقك أنا 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 زي ما قلت لك يعني مدرب جزء في المنظومة لكن لما نرجع أيضا إذا تكلم مثلا عن اختيارات المدربة أو الخطوط حنا متفقين قبل كم سنة عندما كان يخرج الهلال من البطلات الأسيوية أن دفاع الهلال إذا يبغي يجيب آسيا ما يبحث عن مهاجمين إلا عنده عدد من الهدافئين مهاجمين عنده مشكلة في الدفاع وأيضا كان أثناء وجود سامي كانوا يلعبون بمدافعين اللي هم الأجانب معهم قلب أجنبي محور يعني ثلاثة عشان يقفلوا العمق لأنه كان عندهم مشكلة في هذه الجهة فهي نفس الاختيارات الهلال حتى لو يجي السنة القادمة لابد أن عنده بيكون على الأقل واحد من المدافعين إذا ما كان لعب محلي جيد بيجيب لعب ثاني لأنه عنده مشكلة في الخلف طيب أنت عطيتني عطيتني رأيك في ياسر القحطاني أعطيتك قلت لك عن عقلية ياسر القحطاني لكن عمستوى الفني شوف في الدوري السعودي في مباريات ممكن يلعب فيها أساسي لكن مباريات الثقيلة يعني لو استعانوا فيه آخر نص ساعة أكلاعب بديل أو يلعب نص ساعة أنا أقول لك ممكن يعطي خلال الموسم القادم ترجمة نانسي قنقر